بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل الموضوع بتاعنا الـ Payback Period لكن هنخش بقى في ما يسمى بالـ Discounted Payback Period بمعنى هاخد في حسابي Time Value of Money وأنا بقارن ما بين المشروعات وأجيب فترة الاسترداد خزن في اعتباري الـ Time Value of Money Discounted Payback Period The length of time required for an investment discounted cash flow to equal its initial cost نفس الفكرة هناك لكن لا أهمل سعر الفايدة بحيث أن سعر الفايدة اللي عندي يبقى أكبر من الزيرو وبالتالي يبقى الـ Present الفلوس تستردلي آخذا في اعتباري القيمة الزمنية للنقود اللي عندي يبقى كنا في البداية بنقول والله بقول ناقص الـ P اللي هو الـ Initial Investment وأجمع الـ Net Cash Flow آخذا في اعتباري أن سعر الفايدة بيسوي صفر ولو كانت التدفقات النقدية متساوية بحسبها بهذه المعدل لكن في الحالة ديت لازم أخذ في اعتباري To find be given if القيمة الزمنية للنقود اللي عندي سواء كانت الأرقام ديت Single أو الأرقام عبارة عن Annual Payment دفعات سنوية متساوية لازم أخذ في اعتباري Interest Rate على سبيل المثال في فلسكوس 12L والـ Net Cash Flow بيرير عبارة عن 3000 والـ Maximum Life Year اللي هو الليمتيشن بتاعك بيساوي الـ Calamda وبعضين السيستم الثاني مديك بياناته بهذا الشكل الـ 8000 في عند ألف يير في من 1 إلى 5 ثم 3000 من 6 إلى 14 require نحسب Use No Return Payback احسب Discount لو كان سعر الفايدة اللي عندي 15% والPresent Worth Analysis at 15% اختار أنهي سيستم بالنسبة لك هو الأفضل لو أنا قلت الـ 12% على 3000 يطلع الـ Payback بيرير بتاعي عبارة عن 4 سنوات أخزا فيه اعتباري التدفق النقدي اللي هو كأنه هنا هو الـ Neat Cash Flow Diagram 3000 ما أخدش باعتباري سعر الفايدة اللي عندي الراجل الثاني بديني 5000 لمدة بديني 1000 مدة 5 سنين و3000 يبقى الـ Payback بيرير بتاعه عبارة عن 6000 يبقى Select السيستم اللي هي ديني 4000 لكن هنبدأ نشوف بقى السيستم الأولاني هنشوف الـ 12000 هيجوا إمتى هبدأ دخل سعر الفايدة 15% في حسابي ففي الحالة ففي الحالة دي طلعت الـ N بتاعتي عبارة عن 6.6 وفي السيستم الثاني طلعت الـ N بتاعتي 9.5 وبالتالي يبقى أنا أختار السيستم الأولاني لأن الـ Payback بيريود بتاعته أقل من الـ Payback بيريود بتاعت السيستم الثاني اللي عندي يبقى Select السيستم الأولاني يبقى لما حب أجيب الـ Present Wars over the least common methods أو least common multiple factors برعا 14 يري لأن هنا هو السنوات بتاعتي غير متساوية فلو أنا عاوز أحسب Present Wars هنأخذ الكلام ده بالتفصيل لازم تحسب Present Wars على عمر السنوات موحد فمثلا إذا كان ده 3 وإذا كان ده مثلا 5 يبقى عمر السنوات اللي هو المعدل اللي هو يقبل القسمة على الـ 2 أقل لرقم يقبل القسمة على الـ 2 يبقى الـ 15 يبقى أنا أحسب العمر بتاعها الـ 15 إنهوت برضو العدد السنوات اللي عندي الأعمار اللي عندي لو رجعنا للمسألة من الأول هتلاقي هنا 7 سنين وهنا 14 يبقى أتخيل إن هذا السيستيم هيكرر نفسه مرتين 7 و7 يبقى 14 سنة علشان يتم المقارنة السليمة لازم العمر اللي تقارن به يكون عمر موحد عندي علشان يطلع المقارنة سليمة عندي يبقى أنا نهاردة علشان أنا أحسب على أجيب الـ present على 14 سنة بالنسبة للأول والـ present على 14 بالنسبة للمشروع الأول أفضل الثاني أفضل لأنه أعلى من المشروع الأول اللي عند يبقى هنأخذها إن شاء الله بالتفصيل بعد كده هوت اللي هي إزاي نقارن والعمر ما بين المشروعين مختلف example كاشف الوديجرام عندك نهو في البداية ناقص 200 ثم 70 70 70 وبعدين الـ present value اللي عندي بهذا الشكل الـ present value of cash flow diagram بجيب الكاميولاتف بتاعي الـ present value أنا جبت قيمة 70 بعد سنة وجبت قيمة 70 بعد سنتين والـ 70 بعد 3 سنين والـ 70 بعد 4 سنين بتطلبه في الفاكتور to find be given to find be given if وسنة to find be given if وسنتين to find be given حسب لو أنت هتستخدم الـ discount cash flow diagram اللي عندك يبقى الـ الـ payback period بتاعتك عبارة عن 3 سنوات فاصل 5 4 لأنك في الحالة ديت لو أنت ضفت الكلام ده هتعدى عن 3 سنوات فبتحسبها بالـ interpolation بالنسبة والتناسب يبقى سنة 2 3 فاصل 5 4 3 واتجيب التاني الـ interpolation طبعا لو دخلت في حسابك interest rate of retail دخلت في حسابك إيش يبقى finding the symbol and discount symbol معنى كده يبقى معنى كده no interest والdiscount يبقى لازم أدخل interest في الحالة symbol يبقى I بسو 0 في حالة symbol I أدبر من الصفر حسب ما تعطى في المسألة cumulative cash in the table where calculated using the formula for symbol and discount payback يبقى payback period مثلا 4 سنين في حالة كلام ده لو في حالة 4.6 8 يبقى الـ in اللي عندي 5 سنوات في هذه الحالة انت دخلت الـ cash flow diagram بتاع time value of money عندك في حساباتك لو هنا zero interest خلاص لكن هنا بتدخل 6% وبالتالي 6% تجيب الفاكتور تجيب B given F وحسب سعر الفايدة اللي عندك والإن اللي عندك مرة سنة للعامل الأول مرة سنتين للتاني مرة ثلاثة للرابع وهكذا لو كانت التفاقات النقدية متساوية فبتبقى محتاج الفاكتور to find B given A لو كانت التفاقات النقدية متساوية إذا كانت التفاقات النقدية غير متساوية بحسب to find B given F البوينت خلي بالك تاخد بالك من البيباك بيريد No return payback neglect time value of money في حالة so no return to expected for investment في حالة إحمال time value of money No cash flow after the payback ما بتاخدش بعتبارك التدفاقات النقدية اللي بعد ودك طبعا كلها عيوب من عيوب البيباك بيريد اللي العلي طبعا البيباك بيريد تختلف عن present worth والannual worth والrate of routine والbenefit cost analysis اللي هناخدها بعد كده لينه طرق التحليل بتاعتي البيباك بيريد اللي عن summary of important points break even كلي بالك amount is point in difference to accept or reject لو accept لو عندك ال project break even أكبر من الكيوب بتاعت break even يعني طلع ثلاثة وانت عندك limitation اربعة بترفض لكن لو طلع الثلاثة والlimitation عندك اثنين بتقبل وهكذا أول ما بتدخل سعر الفايدة بتعيد حساب الفلوس وتدفق النقد بتاعك علشان تبدأ تحسب البيباك في حالة economic risk اللي هي في حالة إيجاد المخاطر والتالي لازم تاخد حساب interest rate في حساب زي ما قلنا زي advantage وdisadvantage بتاعت الطريقة still fairly easy to understand سهلة جدا take time value of money into consideration ودي ميزة طبعا disadvantage require an arbitrary cut off point لازم تبقى عندك الإدارة محدد لك الفلوس مفروض تيجي بعد سنة قديه لأن مقارنة المشروعات بالكلام ده لازم يكون في حاجة اسمها cut off point يقول لك مثلا 6 سنوات 5 سنوات اجنون تكشف لبعون ده cut off وده مهمة جدا اهمال التدفقات النقدية التي تالي اهمال التدفق النقدي الذي يالي فترة الاسترداد وده حتى مهمة جدا في كثير المشروع طبعا based against long term project research and development العام يبقى البيباك بير دسمبل بيروت خلي بالك the inflow and the outflow it is a measure of liquidity rather than measures the profit بدي السيولة بدي لك السيولة النقدية طبعا في علاقة بين السيولة والربحية مهمة اوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة